السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأسد الكرام معكم أسوكا حسان كوتش أنفوماتيسيا اللي تنشتغل في هذا المجال سواء التدريب مباشر أو التعليم مباشر وكذلك التدريب عن بعد أو التعليم عن بعد اللي مدة سنوات الدورة اللي هي مهارة تدريس أو تدريب عن بعد اللي هي الدورة فعالة جدا جدا ما غدش نشكرها لكم إنما هاد الدورة اللي تنزلنا دورة تدريس أو تدريب عن بعد لمهما كانت المنصة التي تشتغل عليها سواء ميكروسوفت تيم سواء ميت سواء زوم سواء سكيبي سواء إيد موضو سواء جوجل كلاسروم كيف ما تكون المنصة اللي تشتغل عليها سأزودكم بمجموعة دي الأدوات اللي هي أدوات فعالة اللي باش تجعل ديك المنصة أو ديك القاعة الإفتراضية أو الواجهة بينك وبين دك الطالب أو المتلقي اللي هتكون فعالة جدا جدا من طبيعة الحال اللي تكون غادي تكون ديك الأليات اللي هي نزود ديك مجموعة دي الأدوات لوحة دي التحكم لوحة رسومات لوحة الكتابة اللي كينا في مجموعة دي البرامج اللي هي يوم برامج مجانية ما تنعرفوهاش كين كذلك مشكل عندنا في التعليم أو التدريس عن بوعد اللي هو ديك المشكل كيفاش نخلي ديك القاعة افتراضية أكتر تفاعلية مع الطلبة وكيفاش نتحكم فيها كين تقنيات كذلك عندي المشكل اللي تلقاوه بزاف خاصة الأستاذ أو الأستاذة أو المعلم هو أولف القيسم قيسم مباشر وتيطلب موحة تلميذ باش يدوس للسبورة وباش يدير التمرين دوك غادي نعطيك أنا واحد الأدات من الأدوات اللي هي فعالة جددا جددا وانت على الانترنت أو عبر الانترنت تيباليك ذاك تلميذ من انت تعطي تمرين التمرين باش ينتقل كذلك نعطيك مجموعة دي الأدوات اللي تتشتغل بها وتتشوف الأدات المناسبة لك اللي كي تشتغلها سواء تدير رياضة تدير اجتماعية تدير لأنه الفيديو غير كافي كافي باش يكون خاص بيها باش ندوز واحد دورة أو باش ندوز واحد درس لأنه كي تنعرفوا احنا المنهج التقليدي أو الكتوب التقليدية باش نحولهم رقمية مشيهادش باش ننسيزيهم وندخلهم من الوردينتور المشكلة اللي عندنا عاو تاني هو في المجال ديال تقويب من هاد المنطلاق احنا برمجنا مع الأستاذ الكريم سعد راحيم باش اشنا هي اشنا هي الأهمية باش اعداد هاد المدرس أو معلم اعداد رقمي باش يكون توفع البيئات علمية رقمية تنهي اوه باش يتعامل مع هاد مع هاد الاشياء اللي هي تعليمية رقمية وهذا تطلب باش يكون واحد الشخص اللي بيحضر معنا باش احنا نهي اوه انه نعطيه الأساسيات ولكن هذا لي دول بدنا اعطينا الأساسيات صافي روى راتوب لغس يشتغل على نفسه وتيكون مليما مستجدد فيما يخص تكنولوجيا التعليمية او تطبيقاتها لهذا والاصل في خلق هاد الدورة للتدريب او التدريس عن بعد اي خلق مدرس او معلم رقمي اللي تشتغل في حل بيئات علمية رقمية من هاد المنطلاق احنا بنا نبرزو الاهمية ديال اعداد ديال ذاك المدرس كيفما كان اللي يكون مدرس رقمي وانهيه لتعامل مع البيئات التعليمية الرقمية باش يكون قادر قادر باش يتعامل مع الفصول الافتراضية ويكون هذا المعلم مليما بوسائل تقويم الالكتروني هذا عندنا مشكل إشكال تشكل لنا عندنا عدتين مشكل الأستاذ ما تيقدرش يصاب واحد واحد الاختبار تيكون الالكتروني هنا تيخصنا مجموعة هذه الأشياء وحنا كنت نعرف بأن نرى هذه الجائحة كورونا أرى صرعت الأشياء أنا كنت نقول الأصديقة ونسلت التعامل تقول إذا لديكم ملياتكم تزايد من 2010-2011-2012 رخصكم توجدون بعض الميهن التي تكون مناسبة في 2030 ونحن لا أعرف نحن نعيش هنا تنشوف رابعة الميهن التي تغيير ستغير 100% كان الميهن تغيير 50% 55% 75% ستختفي لنحن نكون مليمين بهذه الأشياء هنا في هذه القادية نقول نحن نصاب واحد لقاعة الافتراضية التي تكون ذاك الأستاذ أو ذاك المدرس أو ذاك المعلم التي قادرة تتفاعل في القسم المباشر يكون على يقين يتفاعل في القاعة الافتراضية ولكن يلقى بجوء كبير تقريبا أضعف وأضعف هنا هذه البيئة الرقمية نحن نجعلها بواحدة صورة مشويقة وتتناس مع مليولات ديال دكتليمدات أو تجاهات الطلاب والأنمط تعلم مختلفة هذا مشكل تلقوه إن شاء الله في هذه الدورة اللي إن شاء الله مبرمجينها غادي تكون في مدينة السيدة قاسم مع الأستاذ السعبد الرحيم الزعراوي إن شاء الله غادي نزودكم أنا ما أعرفه ما أتقنوه وندوز لكم جميع هذه الأشياء وأكثر مما توقعون إن شاء الله وبالتوفيق للجميع المترجم للقناة